كونه بشرا التفت جيدا كان يعيش في منطقة حارة لو منطقة باردة مولانا في منطقة حارة فكل افعال التي يقوم بها تصلح للمناطق الباردة او لا تصلح يعني كان يأكل كذا ويشرب كذا ويلبس كذا انتم تعلمون ان شاء الله الاخوة اذا اريد يعجبهم هذا الكتاب اللي وصل الي مولانا اللباس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اساسا هاي الملابس الداخلية كانت موجودة عندهم او غير موجودة اخوة ما ثابت انهم كان عندهم ملابس داخلية مولانا اساسا يكون في عليهم ملابس داخلية ما كانت في صدر الاسلام ابدا لا الرجال ولا النساء مولانا ولهذا انتم اقرأوا التاريخ جيدا انه المرأة ها كانت بعض الاحيان تلبسوا فقط هذه اللي يغطيها افترضوا من الرأس الى كذا بلا ان يكون تحت اي شيء ملابس اي شيء ولهذا اذا جاء هواء او احد اقد مولانا جنب من لباسها مولانا يخرج كل شيء مولانا وكما فعل بعض اليهود فعله بالنساء المسلمين هكذا واساسا يكون في علمكم واساسا في بيوتهم كانوا يمشون عرات مولانا لشدة الحر اللي موجود من اقول عرات يعني لا تصور كان ملابس داخلية ابدا ابدا ما اكو كل شيء وابواب للبيوتة ما كانت موجودة اعزائي وانما رسول الله امر بان يضعوا ماذا ها الستائر مولانا ليش لانه هؤلاء كان يمرون باب الحش مولانا يشوفون كل شيء داخل البيت مولانا ولم يكن معيبا ولم يكن معيبا انا بيودي انه تروحون تقرؤون الروايات لتصحكم رحوا اقرأوا رحوا اقرأوا اعزائي رحوا اقرأوا في صدر الاسلام اصلا اللباس ماذا كان اعزائي جزا اخو الله اخو جاب لي فت كتاب مولانا الف صفحة مولانا في اللباس في صدر الاسلام واقع انسان من يقرأ يقرأ العجائب مولانا موجودة في اهم الكتب الحديثية سنة وشيعة الاعتبادل لذينكم وهو انه اساسا هذول اللي كان يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله كان لابس مولانا فرد شيء اللي رداء اللي كان يضعوه على ماذا على الكتفين ويلبس ماذا رداء وجنو ها موسروال ما كوسروال اكو قطعة يشدونها الانم احنا في الحج نسوا وزر احسنتهم جزاك الله اخي هذي الوزر احنا نسميه تعبير الفقه ما لا الازار احسن الرداء والازار هال كان يشدون عد كثير من الناس كثير من الصحابة ما كان عند اموال حتى يشتري ازارا طويلا حتى يصل الى ركبتيه او الى ساقيه فكان الازار اش قد مولانا ها فهذا من يروح للسجود شيء بين مولانا ها والنساء كانوا يصلون في مسجر رسول الله خلف من خلف الرجال فلهذا وردت عندنا في الروايات خصوصا في مرصادر اهل السنة واضحة ان النبي امر النساء ان الرجال ما لم يرفعوا رؤوسهم عن السجود ويجلسون لا يحق للمرأة ان ترفع رأسها من السجود لماذا لانه اذا كان يرفعون النساء رؤوسهم قبل السجود قبل ان يرفعوا الرجال كان يرون شون ها كل شيء من الرجال ها اقرأوا اقرأوا روايتنا انا ما ادري اجابنا انا مولانا اريد ابيين لكم بانه اساس واحدة من الاسباب ماذا واحدة من الاسباب ماذا واحدة من الاسباب شدة الحر الذي كان الان انت جنابك ميني وبين الله تلبس مولانا اللباس داخلي وفوقات شيء ثاني وثالث ورابع ولكنه عندك جنوب مكيف هوائي ما عندك اما هناك الدرجة الحرارة اللي الان تصل الى خمسة وخمسين وستين انا ما ادري في ذاك الزمان شقد كانت تصل درجة الحرارة وما يستطيع ان يلبس اربعة خمسة اشكال مولانا فافترضوا ان النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى الاجواء الحارة كان له لباس خاص ويلبس لباس خاصة نقتدي به احنا نعيش مولانا في مناطق الاسكيمو ودرجة الحرارة مولانا ثلاثين درجة تحت الصفر نلبس نذيك اللباس نقتدي او لا نقتدي ولكم في رسول الله اسوة حسن ياهو شنسونا اشتركوا في القناة